السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في الفيديو ده هنتعلم ازاي نتعامل مع النستد كوليكشن في الباور أبس ازاي نتكاريت نستد كوليكشن بأكتر من ليبل وازاي نريتريف ديتا موجودة في النستد كوليكشن بناء مثلا على الريكورد الأساسي اللي موجود في البييرانت كوليكشن أول حاجة هنا أنا هنزل بطن هعمل كريات فيه للنستد كوليكشن علشان أكاريت النستد كوليكشن هو عبارة عن كوليكشن عادي جدا بس فيلد أو أكتر من الجوه الكوليكشن ده بيكون نستد كوليكشن تاني زي مثلا فكرة البروداكت والبروداكت أوردر زي فكرة الكاستمر والأوردرز اللي بيعملها ممكن الكاستمر الواحد يكون عنده أكتر من أوردر بيشتري أو كده ممكن كمان احنا بنتعامل كمان على النستد كوليكشن محتاجين نفهمه علشان بعض الابي ايز هنلاقيها ان هي بترجعلي كوليكشن والكوليكشن دي بيكون نستد كوليكشن فنعرف ازاي نتعامل مع المالتي نستد كوليكشن دي أول حاجة بستخدم الفنكشن العادي كلير كوليكشن علشان أعمل كريات للكوليكشن بديله اسمه مثلا هقول كوليكشن كاستمر وبعدين هبتدي أديله لو احنا بنكتب بادينا كده فاحنا بنكتب نفتح الكيرلي القوس الكيرلي ده وبنبتدي نكتب الفيلديس اللي عندنا زي مثلا الكاستمر الكاستمر نيم فوركزامبل مثلا هسميها هبا الكاستمر اي دي مثلا واحد وبعدين أنا عايز بقى أديله نستد كوليكشن ازاي أكارية نستد كوليكشن كفيلد جوه الفيلديس دي عادي جدا هاجي أقول له الكوليكشن بتاع الأوردر وهعمل برضو النقطتين وهفتح الكيرلي براكتس ده علشان ياخد الأيتمز اللي هنا في الأوردر فوركزامبل مثلا الأوردر اي دي واحد والأوردر نيم مثلا هنسميها أوردر وان تعالوا بس نميزها عشان كأنه للكاستمر وان أوردر وان هنا نسينا البراكت تمام ها بس هرن التطبيق عندي هقول له أن أضغط على البطن علشان يكريت للكوليكشن هاجي في الفيو أشوف الكوليكشن عندي أدي الكاستمر كوليكشن ده البيرانت كوليكشن العادي الكاستمر نيم اللي اسمه هبه والكوليكشن أوردر اللي نستد لما أضغط هنا على الشكل بتاع السكرين ده هاجيب لي الأوردر اللي موجودة طيب كده أنا عملت أوردر واحد إزاي أعمل أكتر من أوردر عندي هايلو نعمل دابل جيد اللي هنا مثلا هسميها مالتي ريكورد هطلو نعمل كوليكشن جديد تاني خالص هسميها مثلا الكوليكشن كاستمر مالتي هادي له نفس الكلام ده علشان أدي له أوردر تاني في الكوليكشن ده فمحتاجة هنا نعمل بس فورمات دنيا تبقى منظمة أكتر فمحتاجة هنا في الكوليكشن اللي جوه ده الكوليكشن أوردر يا إما أعمل كده كأنه قريه بس أنا ما بحبسي الطريقة دي وهقول لكم ليه تعالوا عشان نران التطبيق عملت الكوليكشن أدي الكوليكشن مالتي لما تيجي تضغط عليه هنا مش هيجيبلك الكوليكشن زالتول هجيبلك كإني كوليكشن جوه الكوليكشن تضغط على الفاليو فيجيبلك الفاليو كل كل عندك كوليكشن هتعملو أو كل الفاليو هتعملو هتلاقي هنا عامل لك نفس المنظر ده كده تحت فانا مش بحبز ان انت تعمل الريز عشان تكرت بيها مالتي كوليكشن مع ان دي هي طريقة وكتير بنستخدمها بس انا هستخدم هنا الفنكشن اللي اسمها تيبل هحول الكلام عندي لجوه ده لتيبل فاتعالوا اعمل كمان ريكورد من نفس الكلام ده وليكن هنا ادي الكمى والريكورد التاني الوردر اي دي تو الكاستمر وان اوردر اي دي تو وبالمرة نعمل ايتم تاني على مستوى الكليكشن ده علشان نفرق ما بينه وما بين المالتي ريكورد هاخد كده الكلام ده هعمل كمى علشان اعمل ايتم تاني وافتح الكوصين الكيرلي واكتب هنا فور اكزامبل عمر والكاستمر اي دي هنا اتنين وهبتدي بقى ادي له الكوليكشن اوردر بتاعي اي دي ادي الكوليكشن الفورمات ادي الكوليكشن التاني ادي الكاستمر اسمه عمر الكاستمر اي دي تو والكواليكشن بتاع الي او او اردر està اي دي، اير مثلا هخليه عادي مش فرقة معيه هو بيعتبره انه هو تابل تاني بس اعرف ان ده بتاع الكاستمر التاني والأوردر الاوليني تعالوا نران التطبيق هنروح على الكلكشن ادي كده عندي تو ريكورد في البيراند كولكشن اللي عندي لما ادخل هنا على هبة هلاقي التو أوردرز تحت بعضهم بدل ما استخدم القرية عشان دي كده انا استخدمت هنا تابل عشان الفكرة دي ان انا اظهر عندي نست كولكشن بالشكل ده طيب الفيلد التاني انا عندي ايتم واحد عايزين الكلكشن عادي كاي data source انا بقدر اديه عندي لل data source gallery للفورم لاي حاجة فمسلا هنزل هنا gallery الجالري الاولى دي هديها البراند كاسمر اللي عندي اللي هو ال collection customer name هغير بس اخليها title والsubtitle ايه دي الجالري الاولى هنزل هنزل gallery كمان علشان لما يسيلكت لي عنصره من هنا هيجيب لي كل الوردرز بتاعته في الجالري التاني هنزل في الجالري دي هنا بقى مش هديها data source بتاعتي هديها هعمل لها الفورم لا بتاعتها اللي تقوله هاتلي من ال selected item اللي موجود هنا في الجالري انا عندي طريقتين علشان اجيب الفيلد او اجيب ال related records الخاصة بالكاسمر هنا اللي هي في ال order اللي هي في ال nested collection يا اما استخدم اللقب يا اما استخدم الفلتر اللي اتنين واحد بالنسبة لي اللقب بيبحس لي بناء على condition معين او record معين ويجيب لي ال data بتاعته انا مش هيهميني ده انا في الاخر هجيب معي record وال record اللي هجيبه ده هجيب بيه ال nested record الخاص بيه فهاجي هنا هقوله لو مثلا هنستخدم ال filter هقوله هستخدم الاول function اللي هي first عشان يجيب لي اول عنصر عندي انطبق عليه الشرط اللي انا هعمله يعني انا هبحث دلوقتي عن customer name اسمه هيبه يبه هقوله ال first وهستخدم ال function اللي اسمها filter الفلتر دي بتاخد ايه بتاخد السورس بتاعي السورس بتاعي هنا اسم ال collection بتاعي اسم ال collection كان اسمه انا كل customer aim كل customer aim كل customer aim وبعدين بتاخد التست بقى بتاعي التست من اين انا هايزة اقوله العنصر اللي انت اخترتوه لي من الجالر الأولاني اللي هو يعتبر عندي الكاستمر اللي هو الـParent Collection بتاعي هقول له إن الكاستمر نيم أنا هنا علشان في نفس الكوليكشن فهكتب الاسم بتاع الفيلد على طول equal الجالري جالري 1 dot selected dot هختار منها ايه dot customer name تمام؟ كده هيبحث لي على هيجيب لي الريكورد اللي موجود في الـParent اللي اسمه الكاستمر بناء على الاسم اللي اختاره في الريكورد طيب أنا عايز أجيب الـSubRecord أو النستد ريكورد بتاعه كل الكلام اللي موجودة عندي ده بقى علشان ترجع لي خلاص أنا جبت بقى الفيرست للريكورد اللي موجود ده اللي هو بتاع الـCustomer name dot علشان أرجع بقى الـCollection اللي جواه هو يعتبر بالنسبة لي بالنسبة للـParent Collection هو field ده عادي هقول له dot collection orders كده المفروض يرجع لي الريتين بتاعه الـTable الـorders اللي موجودة في الـCollection order يعني لو اخترت الـهبة لو اخترت هبة هيرجع لي الـ to order تعالوا بس نغير ده الـGallery بس نغير الـTable items اللي بتتعرض فيها هنا بدل الـOrder name هخليها الـOrder ID عشان نفرق كده هادي هبة دول الـ الـ orders اللي عملتهم هبة طيب عمر عنده فعلا order واحد بالـCustomer 2 يبا استخدمت الفيرست حد هيقول لي ان الفيرست عندي الفيرست بترجع بترجع field واحد او بترجع item واحد بترجع لي record واحد اللي هو أول record بيماتش الكلام ده عندي ليه رجعت هنا multi record عشان أنا عملت لها .collection order اللي هو بالنسبة له field اللي بالنسبة لي أنا collection هيرجع لي table field من نوع table فرجع لي الكلام ده طيب في حاجة كمان هناخد دي كده copy وهنعملها باللوكب عشان نعرف برضو الفرق ما بينها أنا هنا هشيل الكلام ده وهنعملها من الأول هقول له look up source بتاعي collection اللي هو parent بتاعي collection customer aim احنا بنتعامل مع ده condition بتاعي برضو هقول له condition ايه customer name بيساوي ال name اللي أنا عملت له select من الجالري بتاعتي كده تمام ايه دي عملت كده look up ما اقول له dot look up بيرجع لي ايه الاول بس بيرجعلي record هيرجعلي record اللي هيرجعه دلوقتي هو parent record اللي موجود في customer يعني لو جينا نشوفنا تحت كده جاب لل customer نفسه طب انا مش عايز كده انا عايز sub record او sub collection او list collection اللي جوه customer اللي هو بتاعي order بيقول له dot وهديله هعمل الفلترة هنا بالايه collection order يبقى كده هيرجعني return كله بتاع دي دي كده ما بقتشي function look up خلاص function look up لحد هنا خلصت ليا dot بقى كده دي بترجعلي record لحد كده هنا بترجعلي record وهنا بترجعلي table يعني بيبقى عندكم مشاكل شوية في ال return ايه اللي بنرجعه ولو عملت dot واختارت حاجة تانية من جواه هترجع فلو في functions تانية انت بتستخدمها وجيت هنا عملت dot واختارت column مثلا text او number او كده فانت كده بقى return عندك item مش item field يعني field تاع الايتم ده يعني specific field جوه الايتم ده انا كده رجعت table فهي نفس الحكاية يعني انا لو جيت اختار كده عملي return اللي record عندي من nested collection طيب في حاجة كمان انت لو عايز تظهر collections دي وال nested collection جاي لك مثلا اي بي اي بي اي انت بتتعامل مع custom connector واستخدمت اي بي اي الاي بي اي اللي رجعلك ده في collection وفي نستة collection ونستة collection وهكذا عايز ترجع كل الكلام ده اا وتحطه مثلا في table قدامك تعمله ونستطيع اي اصعر الكر بحاجة تعالوا ننزل table ونشوف هنعمل الكلام ده ازاي مش هنديله برضو هنا يعني أنا عايزاي قولي هبة الوردر بتاعها كذا هنشوف الكلام ده هنعمله ازاي هستخدم هنا معايا في الفورملا بتاعتي تو فانكشن اللي هي شو كولومز عشان يزهيرلي الكولومز بتاعتي لجنب بعضها وفي نفس الوقت هعمل انجروب للبيرانت كوليكشن عندي نكتب الشو كولومز الشو كولومز جوها هتاخد الصورس بتاعتي الصورس بقا بتاعي هيعملله اللي هو انجروب المين للبيرانت كوليكشن اللي هو كلكشن كاسمار ايم ده والجروب نيم بتاعتي هيعمل جروب ايه الكوليكشنк اوردر كده عمال لي انجروب على حسب الكوليكشن اردر اللي موجود فيه اللي هو النستت كوليكشن وهاجي بقا هحط نحط له باقي الكولومز عندي الـ Customer ID الـ Customer Name عايز مثلا أديه له الـ Order ID والـ Order والـ Order Name عادي كده خلصت الـ Function والـ Show Colum تعالوا بقى نحط الـ Fields بتاعتنا Add Fields اختار الـ Customer ID الـ Customer Name الـ Order ID الـ Order Name والـ Add شايفين ظهر لي الـ Record اللي عندي من الـ Collection والـ Nested Collection وعملي Ungroup للـ Parent Collection بتاعي بتبقى حاجة مفيدة لو عايز تتعامل مع مثلا ABI بيرجع لك Collection أو Nested Collection حاجة كمان انت الـ Nested Collection انت ممكن تديله Data Source يعني لو انت مش هتكاريت من ايدك بايدك هنا انا بدل ما بدي الـ Collection الـ Order هنا بديله الـ Table ده بدل ما اديله الـ Table عندي ده انا مش هتديله الـ Table ممكن اديله مثلا تعالوا نضيف Table او حاجة الـ Add Data Add Data Contacts مثلا نشوف فيها Record ولا لا لو انت متخزن عندك في Data Source الـ Add الـ Add الـ Contact تعالوا نرن Multi Nested Record في الـ List رجعلي فيها الـ Connection اللي هو الـ Contact يبقى كده كمان الـ Nested Collection تقدر تحطله جوه Data Source مثل الـ Collection العادي